هذا من طلقت فجر اليوم أولى رحلات قطار المشاعر المقدسة لموسم الحج والتي تستمر لمدة سبعة أيام ويتم خلالها نقل الحجاج عبر القطار إلى محطاته التسع في ميناء وعرفات ومزدلفة الخطوط الحديدية السعودية سار أكدت بأنها سخرت جميع أمكانياتها استعدادا لنقل ضيوف الرحمن حيث قامت بإجراء أعمال الصيانة لجميع القطارات البالغ عددها سبعة عشر قطارا وتطوير جميع الأنظمة التشغيلية وأنظمة الإشارات والاتصالات إضافة إلى الأنظمة المستخدمة في مركز التشغيل والتحكم ترجمة نانسي قنقر